بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله هنبدأ دلوقتي مع تطبيق لإكسرسايز اللي كنا اخدناه في Theoretical Part فهنقول له New File التالي هنشتغل على Turn Mill الأبعاد بالإنش هنجي هنا هو يقول لي Outer Diameter 2 و Length 3 التالي المتيرة اللي هنشتغل بها من الألومنم بعد كده هنقول له Finish and Edit Properties عشان أخذ المسافة اللي هي أنا أعملها طبعا بس أنا بأرضح لك يا جات منين إنه هاخذ الزد نحرك الأكسيز إلى زد O.06 عشان نقدر ناخد المسافة دي للفيسينج موافق يبقى كده أنا جهست هنبدأ نعمل الكيرف اللي احنا عايزين يشتغل عليه فهنقول ناخد الجيومتري ومن الجيومتري هناخد الConnected Line الConnected Line بتاعنا هنبدأ نرسم الشكل اللي هو كان موجود هنرسمه على بعض الوقت هنبدأ بالنقطة 0 0 وبعدين نروح للنقطة اللي بعد كده اللي هي كانت 0.5 و0 وناخد يبقى كده رسمنا أول Line وبعدين O.5 و- 0.65 كده رسمنا Line الثاني وبعدين 0.58 و- و- 6.5 وناخد وناخد ومعدي 0.7 0.7 و- 0.7 و- و انتنبا كده رسمنا اللي نيبعد كده ما دين 0.7 و- 1.5 و- كده رسم اللين اللي بعده ودين 0.7 و- 0.7 0.7 0.5 و- 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 و- 0.9 0.9 0.5 وبعد كده مينس 0.8925 مينس 2.050 وانتر وبعدين آخر نقطة هتبقى B2 وعندي B2.1.5 وانتر وبعد كده عملت ايه الكرة طيب خلصنا الكيرف بنيجي بعد ما خلصنا الكيرف بنقول له هنا خلصنا الجومتر الرسمة هو أنا شكل بهذا الشكل فهنقول له على الكيرف طيب قبل ما أعمل أنا كنت عايز أعمل بعض التعديل البسيط في هذا الشكل يعني الريديس نغيره فأعمل هنا هنا الريديس فهأخذ على الجومتري هنا وناخد فالت قد نقول له هنا أعمل لنا الكيرف ده بهذا المنظر يبقى كده أخذنا الجزء ده وبرضو هنا في الجزء ده بس بقى الريديس مش هيبقى بقيه لا الريديس هيبقى بقى وبيم وان وناخد الريديس ده يبقى كده عملنا هذا الشكل وعدلنا في هذا الشكل تعال بعد ما عملنا هذا التعديل نروح على الكيرف ومن الكيرف نختار اتشين pieces of geometry into an open boundary using a mouse click at each end point طيب آدي يا سيد الفاضل آدي اللين الأول أوكي بيقول لك كنوت find وكنك تهنأ هنوصله ال connect line آهو آهو وبعدين نكمل عندك هذه البارت كلها اللي هي موجودة عندنا كده احنا علمنا الكيرف طبعا نغير اسمه نسميه مثلا عشان كله ما يشترنا وان مثلا نسميه turn 5 أو turn 3 ونقول له خلاص شكرا احنا ما فيه هذا الكيرف اللي احنا عملنا خلصنا الكيرف نيجي يا سيد الفاضل نروح على features ونروح على turn والتالي وبعدين نقول لي turn ونقول له التالي هيقول لي ايه هو ده turn 3 اللي انت شغال عليه نعم كده اعمل لي هذا الشكل هنقول له شو كده finish يبا احنا كده حققنا هذا الشكل المطلوب تعال نشوف هذا الشكل في الايزومترك ادي هو الشكل في الايزومترك تعال نعمله run ونشوف tool path هيبقى ازاي ناخد 3 dimension simulation نقول له اوكي ويبدأ يعمل عملية التجغيل من هذا الباردس ويطلع لي الشكل انه هيبتا ويكون ازاي ده الاكسرسايز اللي كنا اشتغلنا فيه في المحاضرة بكده نكون طبقناه في عملية simulation احنا كل ده ما عملنا شغل غير الكيرف هنا في هذا الاكسرسايز عملنا فقط الكيرف ما سوى تطبيقا لما تم في المحاضرة طيب شوف دلوقتي هو بياخد finish ويبقى خلص هذا القز عايزين نعمل له cut off عشان نخلص البارد ده ومن الممكن ان شاء الله نحن في المقاطع القادمة نعمل في بعض التعديلات كده تعالى نشوف نبقى نحن خلصنا نشوف الانسي كود الانسي كود بتاع هذا البارد موجود حصله طبعا زي ما اتفقنا قبل كده generation directly after ان احنا عملنا التول path بكده نكون وصلنا لديه هذا المقطع نراكم ان شاء الله في المقاطع القادمة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة